معنا من منغازي الكاتب والباحث السياسي سيد حسين الشارف أنا بك سيد حسين معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد حسين هذا الملتقى الوطني الليبي طبعا كان له كثير من المحطات حقيقة صعوبات كثيرة يدركها الخبراء في ليبيا والمتابعين لكنها هذا الملتقى أيضا استطاع الوصول إلى بر الأمان في كثير من الأحيان ومنها تشكيل الحكومة الوطنية الجديدة الانتقالية بالطبع ما أبرز نجاحات هذا الملتقى كيف ممكن العمل على تأسيسه بأن يكون مخرجا حقيقيا في الأزمة السياسية الليبية السلام خير عليك سيد عماد وعلى كل السادة ومشاهدين الكرام حقيقة هذا الملتقى لم يكن وليد الشارع الليبي أو لم يكن من اختيارات الشعب الليبي وإنما هو أتى بإرادة دولية ومثلما أسلب تقريركم عبر المكونات وكذلك القبائل ونسيتم في تقريركم الفرقاء السياسيين سواء كانوا أعضاء من البرلمان المنتخب أو من جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة السلام السياسي الذين يعكرون صفو الحياة السياسية في ليبيا ومسيطرون على المشهد منذ عام 2011 إلى يوم من هذا ولا يريدون الخروج من المشهد السياسي صراحة نحن نعول على النخبة الوطنية الموجودة في هذا الملتقى وفي اعتقادي أن هناك توافق كبير بين الوطنيين الحقيين الذين يريدون الذهاب لـ 24 ديسمبر من أجل أن ينتخب صاحب السيادة الشعب الليبي برلمانا هو كذلك رئيس موحد للدولة الليبية ولكن هناك عرقيل من جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الإسلام السياسي سيد حسين سيد حسين يعني كتلى لا بأس لكن هذا الملتقى يعني بكل مكوناته وانا أعرف الحساسية الموجودة ما بين الشرق والغرب في هذا التوقيت لكن البعض متخوف أن لا تجرى الانتخابات في ديسمبر القادم هل هذا الملتقى يستطيع المساعدة في تحقيق ذلك؟ سيد كريم هذا الملتقى لا عليه سوى أمر واحد أو لا وهو إنتاج قاعدة دستورية من أجل أن يتذهب إلى البرلمان الليبي يعتمدها ولكي يتم الانتخاب عليها سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية هذا المطلوب من الملتقى المجتمع اليوم في جنيف وشكلت هناك لجنة قانونية تم إعطاؤها المقترحات فيما يتعلق بألية الانتخاب أو ألية المرحلة الدستورية القادمة ولكن نجد دائما من يضع العصى في الدوليب هم جماعة الإسلام السياسي ناهيك عن عندي اعتراض على جملة قلتها هناك حساسية بين الغرب والشرق في ليبيا أهل الشرق وأهل الغرب لا توجد حساسيات فيما بينهم الحساسية موجودة مع جماعة إسلاموية جثمت على مفاصل السلطة منذ عام 2011 إلى يومنا هذا وأصبحوا هم الشرطي أو هم الحاكم الناهي للليبيين ويهددون إلى يومنا هذا نحن بالأمس القريب سمعنا مقطع صوتي مصرب لسيد خالد المشري أحد أبرز الأعضاء النشطة في جماعة الأخوة المسلمين وأوضر رئيس المجلسة على الدولة يقول بأن هنا إذا تم انتخاب أحد محسوب على النظام السابق أو كما زعم في قوله أو أحد محسوب على مجموعة الكرامة وجماعة حفتر لن نقبل بتسليم السلطة وسوف نرفع السلاع أو سنقومهم من يخلق البلبلات ومن يخلق الصداع ومن يخلق عملية الزعزعة السياسية في ليبيا ليسوا الليبيين وإنما هم جماعة الإسلام السياسي وهم يعرفون جيدا لأخوة المسلمين أن شعبيتهم تدنت ولم يعد لديهم قبول في الشارع وهم لا يريدون انتخابات رئاسية مباشرة يريدون الانتخاب الرئيس عن طريق البرلمان القادم وكذلك لديهم أكثر من خطة لديهم بالطبع عندما نتحدث عن الحساسية لا نتحدث عن الليبيين لأنهم واحد عن السياسيين عن من يديرون تلك المناطق وبالطبع هم في مرحلة انتقالية هذه الانتخابات القادمة هي مفصلية بالطبع لا يختلف اثنان لكن هل ستكون هي المرحلة الفاصلة التي لن يكون بعدها مشاكل أم أننا مرة أخرى سنعول على مثل هذه الملتقيات لإيجاد حلول سيد كريم إذا نجح جماعة السلام السياسي في تمرير مقططهم بأن تكون هناك انتخابات برلمانية فقط وأن الرئيس سيتم وضع أليتة أو كيفية اختيارة للبرلمان القادم هناك سنذهب إلى أبعد مما نحن فيه الآن إلى حوارات وإلى ملتقيات وإلى جينيف واحد وعشر وقمسلاش ولكن إذا الملتقى الحوار استطاع أن يجعل التزامن مع الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئيسية في ذات الزمن أو في ذات تقويد ووفق التوريق المحددة المحددة في 24 ديسمبر في اعتقادي أننا سننهي حالة الانقسام نحيك أن المجتمع الدولي الآن في مخرجات برلمان 2 الكل يشدد الآن على خروج مرتزقة وعلى خروج الأتراك وعلى خروج السوريين الموجودين في غرب البلاد كذلك شددوا على أن الانتخابات ستكون في معادها المحدد إذا انتخب الشعب الليبي رئيسه المباشر وإذا انتخب برلمانه في 24 ديسمبر في اعتقادي أن الإسلام السياسي الذي عبث فسادا في ليبيا وجثهم على قلوب الليبي منذ عام 2011 سينهزم وسيتولى صاحب السيادة الشعب الليبي اختيار من يختاره سواء في البرلمان أو الرئيس القادم ولكن في ظل وجود الجماعات الإسلاموية في ملتقى الحوار سيضعون العصر العصي في الدوليب من أجل عرقلة أي انتخابات قادمة أو وضع الكمائن والمفخخات من أجل أن لا تنجح العملية الانتخابية القادمة من بن غازي الكاتب والباحث السياسي سيد حسين الشارف شكرا جزيلا لك